بيقال يعني ده يعتبر مش عايز اقول اتهام انما بيقال ان حسين كمال ظل فترة طويلة يعمل افلام تفصيل لنبيلة عبيد فقط وانه يعني عشقه الشديد لكي قدم لنا حاجة اسمها يعني سينبا نبيلة عبيد ايه رأيك في الحكاية دي؟ لا حبيبتي هو الموضوعات هي اللي بتفرض نفسها يعني مثلا العزراء والشعر الابيض ده قصة احسان عبدالقدوس موضوع ست ما بتخلفش وتجوزت وراح تتبنت وبنتها حبة الاب ده موضوع بعد كده ارجوك اعتني هذا الدواء برضو قصة احسان عبدالقدوس مش تفصيل ده هي الموضوعات احنا كنا بناخد روايات احسان عبدالقدوس مكتوبة كده ايه في الحلال مكتوب كده يعني 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 وشافني انا في يعني كامو مثلة بعد كده برجوان ديك البرابر طب ديك البرابر ديك كان محمود ابو زيد ايه وبرجوان كتسماعيل ولي الدين نعم فدي موضوعات بيتفق عليها كلنا بنقول اه حنعملها فاهماني ازاي لكن ايه ما انا بقول يعني هل يعني انت اللي كنت بتختار الموضوع والاستاذ حسين كان بيختار لك الموضوع كلنا بنختار مع بعض مع بعض مع بعض كلنا يعني يعني لو انا قريت فكرة يعني كان بعادة احسان عبدالقدوس يكلمي في التليفون ويقول لي اه في موضوع كذا او في روايا كذا اروح اقرأ اه لا السادس الاحسان اللي كان بيتصل بك يقولك انا صديقة انا صديقة احسان عبدالقدوس اللي ارحمه والايلته والامراته برضو اللي ارحمها والولاده الاثنين اه طبعا صديقة 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 البيت يعني صديقة الاسرة الاسرة اه فلما بيكون كان في موضوع شايفه وقبل ما تنشر حتى في الاهرام يقول لي فيه موضوع حيتنشر في الأهرام تعالي يقري فأروح أقرأ وبعدين بعد كده مثلا ممكن أقول فيه عند إحسان رواية حتنزل في الأهرام يقروها ونتفق كلنا مع بعض ونقدم العمل وكانت تبقى كلها عمال جيدة يعني اللي اخترناها كان تب نسمع تعليق برضو لأستاذ حسين كمال على الشاشة يلا فضل يا أستاذ حسين لا هو مش أفلام لنبي العبيد هو إحنا لقينا بعض لقينا بعض ومن الصعب جدا إنك في الفن تعمل تيم تعمل لقاء بين اتنين وخصوصا لو كان مخرج ونجمة وأنا ساعدت جدا بهذا اللقاء فلاقينا بعض لقيت إن نبيلة بتديني اللي أنا عايزه وأكيد معرفش بس يظهر اللي أنا كمان بديها اللي هي عايزه ده مش معناه اللي أنا بعمل في أفلام نبي العبيد بالعكس أنا بعمل أفلام للمرأة اللي أنا اتكلمت عنها في خيالي وكانت الظروف كمان تساعد على إن تبقى مجموعة من الأفلام متتالية مع بعضها ترجمة نانسي قنقر